اشتركوا في القناة سيد عبد المجيد تبون كان لقاء مثمرا وتطرقنا من خلاله إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر وأغندا والمشاورات بخصوص القضايا السياسية والديبلوماسية وتطوير الاقتصاد في القارة الأفريقية وعلى هذا الأساس سيتم متابعة الملف من طرف اللجنة المشتركة بين البلدين تحذيرا لمنتدى الاستثمار الاقتصادي الأفريقي المزمع عقاده شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة الجزائر ويمثل منتدى الاستثمار الاقتصادي فرصة للشراكة الاقتصادية والديبلوماسية بين دول القارة ومواصلة لنضال القارة الأفريقية التي حققت تدريجيا استقلالا اقتصاديا وانفتاحا بعد سنوات طويلة من الاستعمار وهذا يحتبر بالنسبة لنا حافزا للمضي قدما نحو التغيير ومواجهة كل التحديات الاقتصادية والتجارية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة